السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبناء الطلاب لدرس جديد وهو الملي لترات والليترات للصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الثالث نبدأ بعرض فكرة الدرس والمفردات وعرض سريع لهذا الدرس وبعد ذلك نقوم بحل التمارين للكتاب لفقرة أتأكد وأتدرب وأحل المسائل فكرة الدرس أقدر السعة وأقيسها بالملي لترات والليترات المفردات اللتر والملي لتر أستعمل وحدتي القياس اللتر والملي لتر لأقدر السعة هذه القارورة تتسع إلى لتر واحد من الماء تقريبا هذه القطارة تحتوي على واحد ملي لتر تقريبا من الدواء أو السائل أين كان هذا السعيد ما هو الفرق بين اللتر والملي لتر؟ الفرق بين أن اللتر يستخدم لقياس الأوعية الكبيرة جدا التي تكون أكثر من ألف ملي لتر الواحد لتر يساوي ألف ملي لتر بينما وحدة الملي لتر للسعات الصغيرة جدا مثل الأدوية أو مثلا القهوة أو كوب الشاي كل هذا يكون بالملي لتر فالآن سنبدأ بحل التمارين لتوضيح بعض الأمثلة التي تتناسب مع اللتر وبعض الأمثلة التي تتناسب مع الملي لتر نبدأ بفقرة أتأكد وحوط التقدير الأنسب للسعات وعاء الصبغ الموجود عندي هل التقدير تقدير السعات المناسب هل الملي لتر واحد تقريبا أو لتر واحد تقريبا اللتر هو المناسب إلى هذا الصبغ اثنين ملعقة العسل أو الدواء أو ما إلى ذلك هل هذه الكمية التي تحملها هذه الملعقة تقاس سعتها بالملي لتر واحد تقريبا أو اللتر بالملي لتر واحد تقريبا عصير البرتقال ملي لتر واحد تقريبا أو لتر باللتر أيضا يكون باللتر طبعا على العسب إذا كان هذا الحجم كبير يكون باللتر إذا كان صغير العلبة تكون بالملي لتر واحد تقريبا سؤال أربعة أتحدث هل يتسع حوض المغسلة إلى أكثر أو أقل من لتر من الماء اشرح كيف عرفت ذلك طبعا يتسع إلى أكثر اشرح كيف عرفت ذلك طبعا الشرح بيكون يختلف من طالب إلى طالب فأثناء المذاكرة إلى الطالب أو الطالبة على من يقوم بتدريس الطالب والطالبة أن يبين بشكل عملي لا منع من القيام بهذه التجربة نبحث عن مثلا قارورة الماء ناخد قارورة ماء تتسع إلى لتر مقدارها كم؟ واحد لتر قارورة كبيرة اللي أكبر من الوسط أو ثلاث قوارير من 330 ملي لتر ثلاث قوارير من الماء نملأها إلى الطالب أو الطالبة من الماء ونقوم بتفريغ هذا الماء في المغسلة طبعا راح تمتلك جزء من المغسلة هنا راح الطالب يعرف أن سعة حوض المغسلة أكثر من لتر فلازم أجيب مقدار أو كوب مملوء بلتر واحد من الماء نحن طبعا عندي الأفضل قارورة الماء لأنه مكتوب عليها كم ملي لتر ثلاث قوارير من الماء ليكون أبو ريال زين أو ست قوارير من أبو نصف أو واحدة ونصف يكون على حسب نحن نشوف كم مكتوب عليها إذا كان مكتوب عليها 330 هذه هي أبو نصف لتكون بريال مكتوب عليها 600 تقريبا فناخذ هذا أبو نصف ثلاث يساوي لتر نملأهم بالماء ونفرغهم في المغسلة ونشوف الآن راح تمتلي تقريبا جزء بسيط منها أقل من الربع بعد زين ممكن هذه المغسلة تكون خمسة لتر فبهذه الطريقة يكون الطالب يتعرف على وين بشكل عملي أن مغسلة الأيادي أو حوض المغسلة يكون يحتاج إلى أكثر من وين من لتر أو كذلك البانيو مثلا أقدر أعيد هذه التجربة في البانيو هل يتسع مثلا البانيو إلى أكثر من لتر نقول له طبعا يحتاج إلى أكثر من وين من لتر ونقوم بنفس الطريقة كما طبقناه في مغسلة الأيادي مثلا ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية أحوط الوحدة المناسبة لتر ملي لتر لقياس السعة فهنا نكرر نفس الطريقة التي استخدمناها في مغسلة أو حوض المغسلة فعندي وعاء الأسماك أو حوض الأسماك هل يحتاج إلى لتر أو ملي لتر على حسب إذا كان الوعاء صغير جدا فهو يحتاج ملي لتر القياس تكون السعة لكن إذا كان كبير فهو يحتاج إلى وين في اللتر في العادة طبعا أحواض الأسماك ما تقل عن وين عن اللتر فمعظم له حوض الأسماك إلا إذا كان صغير جدا بالنسبة إلى البانيو البانيو هل اللتر أو الملي لتر طبعا سعة كبيرة فهي تحتاج إلى الوحدة الأكبر وهي اللتر عندي أيضا إن له علبة العصير علبة العصير ممكن مكتوب عليها مائتين اللاحظ عليها لازم هذا الشي نبينه إلى الطالب والطالبة بهذا الشكل مكتوب عليه هذا الرقم ملي لتر هذا اختصار إلى وحدة الملي لتر فنحاول نعرف الطالب والطالبة على بعض العلب اللي مكتوب عليها أقل من اللتر أن اللتر يكون مكتوب أمامه بهذا الشكل مثلا هذا يكون ثمانين أو تسعين أو مئة وعشرين لتر اللتر اللام يعني اختصار إلى الوحدة الأكبر مثلا هذا البانيو يحتاج إلى مئة وعشرين لتر بهذه الطريقة فنبين للطالب بعض المعلبات نجيب لي السعة ونشوف إذا مكتوب أمامها ملي فهي وحدة وين أصغر وهذه بتكون العلبة صغيرة كل ما كان عندي العلبة أكبر كان قدامها حرف اللام وهي اللتر الوحدة الأكبر إذن هذه بتكون ملي لتر أيضا كوب الشاي أو القهوة بيكون بالملي لتر وهو أقل من اللتر هذا بالنسبة للمجموعة الثانية ننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة مسائل لمهارات التفكير العليا نقرأ هذه المسألة بتأني احتاجت هند ستة كؤوس لإفراغ لتر واحد من العصير إذن الستة كؤوس تساوي كم ستة كؤوس واحد لتر من العصير فكم كأسا تلزمها لإفراغ ثلاثة لترات اللتر الواحد به كم اللتر الواحد به ستة كؤوس إذن هذا اللتر اللتر إذن ستة كؤوس هذا لتر واحد نحن نبغي ثلاثة لترات أيضا هذا اللتر الثاني ستة كؤوس اللتر الثالث ستة كؤوس إذن عندي ستة زائد ستة اطناعش زائد ستة ثمنتعشر كأس لين لثلاثة لترات اشرح كيف استطعت حل المسألة نقول ليه طبعا اللتر الواحد لتر يساوي ستة كؤوس اثنين لتر يساوي ستة زائد ستة اطناعشر كأس ثلاثة لتر يساوي نزيد عليه ستة ثمنتعشر كأس هذا بالنسبة لهذه المسألة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة